الشاهد القرآني السابع عشر دابة من الأرض تكلمهم هذا هو الشاهد السابع عشر دابة من الأرض تكلمهم قال القوي العزيز إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم تتوكل على الله إنك على الحق المبين توكلوا على الله يا أتباع أهل البيت توكلوا على الله يا أتباع أهل البيت والصحابة الكرام توكلوا على الله يا من تبرأتم من التكفير والإرهاب والفكر الداعشي الخارجي المارق توكلوا على الله إنكم على الحق المبين قال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين لا تسمع الدواعش لا تسمع المارقة لا تسمع الخارج لا تسمع النواسب لا يسمعون أبدا لا يؤمنون أبدا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الأمي عن بلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم أين جماعة المسردب نحن أصحاب المسردب وأنتم أعداء المسردب نحن أصحاب الدالة نحن أصحاب الدالة ودليل نحن أصحاب الدابة وأتباع الدابة ونتشرف بالدابة الدابة القرآنية الدابة التي تخاجمنا الأرض نحن أصحاب المسردب ونحن أصحاب الدابة نحن أتباع المسردب ونحن أتباع الدابة أيتها العقول العفنة أيتها العقول الفاسدة يا مارقة يا خوارج يا ناصبة وإذا وقع القومي عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الدابة تكلمهم الدابة تخرج من تحت الأرض الدابة يخرجها الله الدابة تظهر الدابة تخرج الدابة ترجع إذن عندنا ظهور للدابة عندنا خروج للدابة عندنا رجعة للدابة عندنا دابة في الأرض دابة تحت الأرض دابة في السلداب دابة تحت التراب وغما على أنوفكم تخرج الدابة من الأرض تحكي الدابة تتكلم الدابة الدابة تحاجج الناس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول وعليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سأتي كلام عن الدابة سأتي عنوان خاص بالدابة إن شاء الله نحن نريد أن نخرج من هذه البحوث عندنا يقين 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 بقضية الإمار المهد سلام الله عليه وبقضية الرجعة وبقضية اليوم الموعود إننا على الحق المبين إن شاء الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ما هذا الفوج ما هذه الأفواج ما هي صفة هذه الأفواج ما هي خصوصية هذه الأفواج يقول ممن يكذب بآياتنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تهيت بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن ناجعنا الليلة ليسكنوا فيه والنهار مبسرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه نفخة سور هذه نفخة في السور ويوم هذا يوم آخر غير ذاك اليوم الذي تخرج لهم تخرج فيه الدب من الأرض وتكلم الناس وهذا يوم غير اليوم الذي يحشر من كل أمة فوجة يقول ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنع الله سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون سنع الله الذي أتقن كل شيء أتقن في أمره بالسجود لآدم أتقن في قضية الدابة التي هي مورد الحديث في هذا الشاهد القرآن أتقن في اليوم الموعود والمهدي الموعود ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن بلّه فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم الدابة سيريكم المسردب وقل الحمد لله سيريكم آياته سيريكم الدابة التي تخرج من السردابة التي تخرج من تحت الأرض وسيريكم المسردب وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سورة النمل